حالة من الغضب أثرها عامل في أحد المطاعم في السعودية بعد أن تحرش بزميلته في العمل الواقعة حدثت في مطعم في مكة وأظهر المشهد حركات غريبة ومريبة قام بها العامل فقد حاول الأخير لمس يد الموظفة بينما كانت تتحدث مع الزبائن وبالرغم من أنها صاحبت يدها بسرعة إلى أنه كرر فعلته أكثر من مرة تصرف أثار غضب النشطاء مما جعله حديث السوشيال ميديا في السعودية والعالم العربي من جهة أخرى ردت فعل الشابة أثارت حفيظة البعض مثل نوها السادات التي قالت الغلط مو عليه لحاله خير إن شاء الله هي ساكتة وما تكلمت وربي لو ما كانها كان خليته يلقى أصابعه من الأرض المعلقة روا بك ذلك تحدثت عن ردة فعل الموظفة قائلة شكل البنت شخصيتها ضعيفة ما هي عارفة وش تسوي لو أنا منها بالجزمة بنص وجهه دفاعا عن أسلوب الشابة التي تعارضت للتحرش قال ابو عزوز بعض البنات ما يعرفون يتصرفون في كذا حالات لذا ما نقدر نلومهم وأي شخص يسأل رح يعرف إنهم ضعيفات يخافن يستحن كثير شغلات أثر عليهم الله يعين بس كذلك صاحبة حساب R التمست لها الأعذار قائلة شكلها تفاجأت بالحركة وما عرفت كيف ترد ومشغولة بالطلب الله يسترنا ستر الجميل في الدنيا والآخرة لحسن الحظ تحركت السلطات الأمنية السعودية بسرعة فائقة في مكة وألقت القبض على المتحرش كما أكدت أنه سوف يتم التحقيق معه وعن تحرك السلطات بهذه السرعة قال عبدالله طامي كفوا بيض الله وجوههم وحفظ الله بلادنا وأهلها سوف يلقى الجزاء الرادع المناسب ومن ثم تردوا وإبعادوا ومن الممكن أن يواجه المتهم عقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجن بحسب نص نظام مكافحة جريمة التحرش وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال وأنتم مشاهدين كيف ترون ردت فعل الفتاة والانتقادات التي طالتها شاركونا أراءكم